السلام عليكم كيف حالكم سعيدة بلقائكم مره اخرى اليوم ان شاء الله سوف ندروا تحلية سريعة جدا لديدة بزاف وصحية مئة بالمئة هالتحلية صراحة لي مبتكرها او صاحب هالتحلية هو واحد دكتور ان شاء الله ان شاء الله نقول لكم على الاسم ديالو فانا من يعجبتني كنتابع نصحيح ديالو فقلت تقدمها لكم اول شيء غنحتاجو فهالتحلية ديالنا هو التمر ونوع التمر يكون المستحو من الغبار يكون النوع اللي وسط مرتبش بزاف ومقازحش بزاف يعني يكون التمر وسط غدين اخذها السمر فانا نقوم بتحسيله من الغبار بماء الزهر سنتمسحه من الغبار بماء الزهر فانا نقوم بتحسين منديل المطرخ ما اللي افضل يكون ما نقتفت فتفتش باش يعني من التبدو وتمسحوا التمر ديالكم ما ما يبداش يتم فتفت فتفت إلا كان منديل جيد يعني يستعملوا منديل ديال الترب يكون ابيض ونظيف جدا. كيف كتشوفوا بحل هاد شكل هادا مسحت التمر ديالي كامله. بعد ما نكمل مسح التمر من الغبار. غنمروه لازالة اللوب او ازالة العظم او ازالة البذور الداخلية. اللي حبي غسلو يغسلو. ما بغاش يمسحوه لكن كان فضل المسح افضل. سوف نأخذ واحد سكين. نفتحها. نشق التمر ديالي بالسكين. ونزيل البذر او النواة الداخلية اللي بالتمر مع هاداك القشرة اللي كيكون بالداخل. وكن نكمل بنفس طريقة الكيمياء ديالتمر اللي عندي الكيمياء اختيارية بالنسبة للتمر. من بعد ما كنكمل التمر كنوضع لجنبه كنمروه المكوين تاني اللي معانا. المكوين تاني هو التفاح من الافضل يكون كذلك وسط ما يكونش طيب بزاف ما يكونش قاسح. ويكون حلو بش يجيكم جيد. سوف نأخذ التفاح ديالي ما كنقشره كيكون وصول جيدا بالخل الابيض وماء. كنزيل له فقط البذور من الداخل. بشكل موضح معكم. نقسم على نصفين ثم نقسم الى اربعة وكنزيل البذور الداخلية. ثم نقطع دي سليس او انقطع الشرائح. بحيث هذا الشكل اللي تشوفوا معي يكونوا اما في عين. هذا الشكل اللي تشوفوا. نتمنى يكون موضح لكم الفيديو جيدا. ما زال ما دفتوش لايك. اكيد نسيتوها كتشفوا الفيديو. نسيتو لايك. عملوا لايك. تركونا في تعليقاتكم. اه شكو اللي يتابع الدكتور كريم عالي. اللي هو صاحب هذه الوصفة. كان عسر عليها قليل من الحامض هذك التفاح استعملت واحدة. باش مت اكسج لنا. ويبقى اللون ديالها ابيض. ثم ابدأ بحشو التمر. كانوا وضعوا التفاح في التمر. غنبدأ نحشو كل شريحة او كل سليس غنوضعها في حبة تمر. غنوضع يعني نوع شوية تمر غنوضع في سليس. ويكون ضهر ديالهم اللي في القشرة للفوق. وبعض الحبات غنوضع القشرة للأسفل. والأعلى. يكون في القلب ديال التفاحة. هكذا باش يعني نوعه. سوف يكون نكمله بنفس الطريقة. حتى كنتم كل كيمية او لنكمل كل كيمية اللي عندي. وغنمرو الآخر اضافة. وهي اضافة المهمة واللي كان عليها الفيديو اللي شفت في هاد الوصفة ديال الدكتور كريم علي. هو اه القرفة. القرفة او سينامون. كان وضعوها في واحد مصفايا وكان رشها. قرفة بودرة. وكان رشها بالطريقة الموضحة معكم. كان رش كيمية جيدة. درتم العاقة صغيرة ممتلئة. ورشيتها كلها. نقول لكم هاد التحرية. والله هي لديدة جدا 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 جدا. وسهلة وسريعة. وكيحبوها الوليدات. بما ان ولدات يحبوها. يعني القرفة بها الطريقة كيكلوها الوليدات. وكيكلونا التفاح ويكلونا التمر. فلما لا. فكان شكر الدكتور كريم علي الصراحة على هاد التحرية عجبتني بزاف 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 بزاف. وغنقاد دائما نديرها الوليداتي في الظهر. سريعة وصحية ولديدة. وكيكلو فيها القرفة ويكلو فيها تامر و التفاح مع بعضهم. غادي نتضوق مع بعضنا. كنتمنى لمازال مدارش لنا لايك. ديرنا لايك. غانت ترك لكم رابط ديال الفيديو اللي فيه منافع القرفة. اللي في هاد الوصفة ديال الدكتور كريم علي. في صندوق الوصف. اه شوفوا الفيديو اللي احبيتو. ديلوا لنا لايك. وشاركوا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء. اشكروكم على حسن المتابعة. كان معكم الشرف أم عبدالله فاتي. تحياتي مع الف سلام.